وفي ذات المعطيات أعلن رئيس مجلسي الوزراء محمد الشعى السوداني تقديم كل ما يحتاجه الشعب اللبناني من خلال جسر بري وجوي لإيصال المساعدات والوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللبنانية فيما شدد أعلى همية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وناقش الاتصال آخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لوقف العدوان الوحشي الصهيوني على لبنان وحرب الإبادة الجماعية على غزة ويرهن سياسيون في العراق ولبنان على تحرك بري بوصفه يمثل حاليا أعلى مرجعية سياسية شعية في لبنان لاحتواء الخلافات الداخلية والتوصل إلى تفاهمات جديدة تخفف من سرعة انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة تزيد معاناة نحو مليون نازح من منطقة البقاء اللبنانية